نروح لأخبرنا الساعات اللي فاتت كنت قلت حالكم انا من كام يوم كده ان الموضوع بتاع علي معلول مع النادي الاهلي في عكوسات يبدو كده ان علي معلول ممكن ممكن ما يكملش مع النادي الاهلي ليه؟ ان علي معلول كان عايز يجدد سنتين هو عاده يخلص نهاية الموسم الحالي وعايز يجدد سنتين الاهلي عايز يجدد سنة واحدة تمام؟ ده كانت نقطة الخلاف في نقطة تانية ان علي معلول كان عايز يشيل شرط نسبة المشاركة من العقد يعني يشارك ما يشاركش ياخد عقده بالكامل في بعض اللاعبين في النادي الاهلي بيحصل معهم كده بما انه راجل خبرة ودكتيل للنادي الاهلي فكان عايز يشيل البند ده كمان والاهلي كان شوية مش عاجبه انه يمدي سنتين مع معلول وانه يشلوا البند بتاع نسبة المشاركة ولكن الساعات اللي فاتت شهدت انفراجة في هذا الامر انفراجة في هذا الامر علي معلول ابدى ترحاب بانه يجدد موسم ابدى ترحاب انه يجدد موسم بالنسبة لبند نسبة المشاركة فده اللي لسه فيه مناقشة ازاي تحصل فالاهلي الاهلي هيدي العالم معلول عقده بالكامل خمسين مش بالكامل عفوا العقد مثلا مثلا يعني ب مليون ونص دولار فهيدي له النص كده كده اللي هم كان سممائة وخمسين الف لار بول مثلا مش الرقم بالزبط فهيدي له سممائة وخمسين الف لار مية في المية خلاص دول ما فيش فيهم لعب النص التاني النص التاني ده اللي نلعب فيه بقى نسبة المشاركة فهمت يع بدل ما المليون ونص دول ياخدهم كده كده عالي معلول كده كده بس يبدو انه الامور تسير بشكل جيد تسير بشكل جيد الخبر تحديدا متى عالي معلول ده عشانا كنت اقايل من منذ ايام انه في مش ازمة في عرقلة في المفاوضات في مشكلة ما في مشاورات بين الاتنين مش عايز اقبل الموضوع يعني فالناس كتير خذيتها مني انه خلاص كريم قال ان عالي معلول برا النادي الاهلي لأ هي بس كل يوم في جديد اي دايما فيه اتنين بيتفاوضوا مع بعض فكل يوم في جديد في واحد يقول ايه لا طب والله انا ما ماضي والنادي يقول لا طب والله تاني يوم والله مش همضي معاك تالت يوم خلاص انا همضي انا لا لسه بفاق كده كل يوم بيبقى فيها تغيرات فاحنا بنحاول طول الوقت نقول لكم التحديثات بتاعت كل الامر طيب